السلام عليكم وتمانياتي لكم تكونوا بأحسن نحافظ هذه الأوضاع الصعيبة علينا كاملين نتلف الوقت شوية بلا تشتغيل ودك شي أول حاجة ندرها ودرتها هي رطبت وجهة الكزيت اللي من FW Beauty اللي اسمتها Gold Electre سوف نحط لكم اللوشيد تحت في ال description box سوف نحط لكم الكوبن كود اللي سيتحصل على 10% على قاعة المتجدل هذا الموقع لطبيعية 100% بيو سوف نضع برايمر من FW Saint Laurent اللي اسمتها تشيكلا ومن بعد خلط هادوك جوج ديال الفون دو تام FW Beauty المات والدغطان ودمجتهم وزعتهم على وجهة وبهال الكنسيلر هادا اللي تهو من FW Saint Laurent اسمتها تشيكلا كي عطي واحد لطوش زوينة ما كيخفيش مزيان صراحة الحقيقة ما كيخفيش مزيان وغير كي عطي 1 بومين وهكا نظرة او هكا كيف يفتح البلاسة اللي حتيتي فيها من بعد غادي ندير معاكم الكنتور من هادلا بلد ديالتا اخت خديد الكنتور كريمي وكيما كتشوفو الحلقة ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم على كيفاش اضع في وجهك فقط بالماكياج وكيما كتشوفو معايك كيفاش تغير وجهي 180 درجة بعد هاديك الخطوه ديال الكنتور ديال الحناك فهاد الوخطوه هاديك اضع في الحنيكات زوينة بزاف صراحة هادي الخطوه هادي هادي الخطوه هادي مش ضروري تدروا هادي هادي العكر غير انا بغيت لها باز تكون مزيانة وش هاد دوخة صراحة هاد العكر هادا كان صعيب في الدمج هاد العكر من لانكم نسيت شنو سميته صراحة مهم غادي نحاول نحط لكم قاع المنتجات في التسكريبشن بوكس من بعد غادي ندمج غادي نبدأ دمج باللون الفاتح غادي ندمج اول حاجة اللون الفاتح اول كونسيلر اول شكل اللي استعملت بهاد الفرشة الصغيرة هادي ومن بعد ما ندمج هاد اللون الفاتح اول كونسيلر غادي ندوز وغادي ندمج ببيوتي بلندر الفاغجو او البلاشر والكنتور غادي ندمج هاكا بطريقة غالب شوية علي وناخد وقته كما قلت لكم هذا العكر كان صعيب شوية في الدمج فحلها مسحية لها بعض وتخرق ذلك الشيء ولكن ماشي مشكل اه يعني او كنت استخدمت روج واحدة اخر لي ماشي مات انا استخدمت هذا مات من الاحسن لو استعملت واحد لي ماشي مات غادي يكون سهر في الدمج من بعد اختيت ايرسبون اللوز باودر وستخدمتها درس بحال شوية ديالباكين وغاكي ماشي باكين مويم ودبا غادي ندوزو الماكياج العينيين اخديت هاد اللون هادا كاللون انتقالي او كاللون اول اللي غادي ندير به كصرت الجوفن غادي نديرو حساس عيني وغادي ناخد هاد اللون هادا الخضر الغزال اللي في هدي كل المعال خفيفة الفيديو ديال اليوم او اللوك ديال اليوم بغيتو يكون واحد سموكي سموكي خفيف اخضر وزوين احبيتي مهم مهم شا اقول لكم ما احتيش ما احتيش شا اقول لكم احتيتو الى الجوفن المتحريك وخرجو بشوية بشوية بهاد الفرشة هدي اللي هكا عندها واحد الراس الخيق اللي الخارج ديال هاتيك العدمة هكا ديال الجوفن وهي ما انا كنتمنى يكون واضح او كنظن انه واضح الطريقة في الفيديو فبشوية اللي هكا ندمج كنزيد شادو ومن بعد اخذت لانجت ومسحت باش يجي الماكياج نقي وغادي نمسحت واحد شوية خرج من القدم وكيما كتشوفو ضروري غادي نصلحو هاداك الشي طريقة سليسة وخفيفة اهم حاجة هي اذاك الدمج الدمج البلاندين كيدر فرق فوالا غادي ندوز ونطبق العين الثانية وشنو غادي نقول لكم من بعد غادي قد حجباني غادي نترسيهم بالكيمة العادة بطريقة اللي كتعرفوني دماغ نستعملها في اي فيديو ودجا وريتكم كيفاش كنقضهم طريقة بسيطة جدا وكنحاول نتبع اه يعني شايب ناترل شايب او شكل طبيعي اللي عندي في الحجبان وكنخليهم غير كنعمر الفراغات وصافي مهم من بعد ما حيط هذيك اخذت هادا بالت من انستاذي بيرفلي هيلز اللي فيها الكونتور اللي اسمتها كنتور كيت ولي فيها كنتور وباودر كلشي ودرت حتت برونزر تحت حنائكي وشوية فنيفي وخديت من بعد بلاش او لا هايلايتر اللي اه من 3d palette دياله دا بيوتي غزال بزاف هادا بالت غزال هادا هادا بالت غزال هادا هايلايتر كي حمقني زوبين بزاف اللي معديلو اخا طيرا فغادي نحتها في الاماكي اللي بغيت نضويها كي مالعادة راكم عارفين كي يجبني هادا هادا اللمسة هادا هادا ديالني فكت حمقني وفوالا وغادي ندمجهم طبعا ما غادش نخليل هايلايتر بحال هكاك فغادي ندمجو بش يجي هاكا مدموجو مع الباقي ماكياج ويجي دكشي ماكياج ويجي نخلي هكاك وواضح ماكياج ويجي نخلي هكاك وواضح وخاك كياجوني يكون مجهد ولكن مش يتصدق الطالجي يعني خاصو يتدمج مع الحاجات الاخرين من بعد درت هادا اللاشز هادا من فاي لاشز اللي حمقوني بزاف بزاف تصور انهم جاوني حسن من ديال هودا بيوتي غزالي لكاليتي كل شي جا غزال و هادي هادي اللي انا لابسة هادي اليوم اسميتها هافانا هاد الباقي جا اللاشز اسميتهم هافانا غزالين بزاف خاصة رح ما نسقتهم شمزيان في الفيديو حيث ما درتش ماسكرة من تحت منهم فمبغيش نخسرهم عزا عليا حيث بينين درت هادا كل غوجة اللي افغ من افان الصراحة اللي ما عرفتش حالا رغم ديالو او ش حالا غيفي غنز ديالو محدة يجدابة و درت هاد ال فوق هاد ال الليكويد لبستيك دير هودا بيوتي اللي اسميته بينيو سغزال بزاف و بزاف من لكم كياجبهم ولا هادا كان نكون سالية لوك او بالاحرى قربت نسال اللوك لان انا نسيت واحد الحاجة نسيت ما درتش ماسكرا قاع يعني حتى الارموش تفتنين لسيس ما درت لهمش ماسكرا فعدي ناخد ماسكرا ديال بادقة و غادي نديرها غير هكا طريقة خفيفة للرموش تحت العين وبهذا كنكون سالية لوك ديال اليوم نتمنى يكون اعجبكم شوفوا الفرق شوفوا كيفاش وجيجة سليم و خاصة رحما كنت تريدش من التحت جولاين او دقن انه ما عنديش فيه مشكل كبير عندي الحونيكت و ها ما حاولتنا نحتوم بشي شوية اجبني لك بزاف بزاف انتم منحت انتم ميكون اعجبكم و على هاد البتسامة و هاد الفلترات شذك الشيو هاي 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 ها ما حاولتنا اهم حاجة في الاوضاع نبغي نقول لكم بقف جوركم بمسلحتنا كاملين و انشاء الله يدوزوا كل شهد و نتلقوا في المياتين و نعودوا نخرجوا و نتساروا و ندوروا و نصافروا كان بغيكم بزاف بزاف تلاو في راسكم و متنساوش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة